عن رصد منصة صواريخ كذلك في بعض المستشفيات إذن ما زالنا نتابع هذا المشهد الأبرز الآن من قطع غزة أكثر من مئة غارة عنيفة استهدفت غزة والشمال للقطع تحديدا وأنحاء متفرقة من القطع فيما نتابع هذا المشهد ينضم إلينا الآن من القص مرسلنا زياد حلبي زياد أهلا بك زياد أهلا بك أي تفاصيل رصدت حول هذا القصف الكثيف وهذه العملية التي تجري الآن في قطع غزة بالنسبة لهذه العملية التي تجري الآن الواضح بأن القوات الإسرائيلية تحاول أن تتقدم في أكثر من محور تجاه مدينة غزة تحديدا ولهذا نرى القصف يتكثف في كل المحاور التي تعمل بها برا المنطقة الشمالية في بيت لهيا وبيت حنون وجباليا وأيضا في المنطقة الشمالية الغربية من قطع غزة مخيم الشاطئ تحديدا تحاول أن تتقدم في كل هذه المناطق لتطويق مدينة غزة ولهذا أيضا كانت قطعت الاتصالات لهذه العملية تحديدا هذا يذكرنا بأمر مماثل عندما سبق الموضوع العملية البرية عمليا كان هناك استهداف لهذه المناطق بشكل مكثف غارات عمليا جرت بأكثر من موقع ولأكثر من وقت طويل وبالتالي هذا الأمر قد يكون يتكرر الآن أنا فقدت الاتصال نعم ولكن نحن نسمعك وذكر فقط ببعض ما ذكرت زياد حلبي إذن القوات الإسرائيلية الآن تحاول أن تتقدم بأكثر من محور داخل قطاع غزة بعد هذا القصف العنيف في القطاع على شمال القطاع تحديدا يركزت القصف على مخيم الشاطئ على حي الزيتون وعلى مناطق متفرقة من القطاع في محاولة لتقدم أكثر إذن الغارات الإسرائيلية هي محاولة أو مقدمة لتقدم داخل القطاع القوات الإسرائيلية كانت وصلت إلى مناطق قريبة من الطريق الساحلي ولكنها لم تستطع إلى غاية الآن أن تفصل الشمال عن الجنوب ما زال الطريق الساحلي زياد تسمعني الآن على ما يبدو مازال ربما لا يستطيع الزميل زيادا يسمع سؤالي الثاني ونحن نتابع معه بالتأكيد كل ما يقال ويطرح من الناحية الإسرائيلية حول هذه العملية العسكرية ولكن في الوقت ذاته نحن نتابع هذه الصور من مخيم الشفاء صور جديدة لوصول الجرحى والمصابين بعد هذه الغارات الكثيفة والقصف الكثيفة الإسرائيلية على القطاع الصورة على ما يبدو كانت تظهر أيضا وصول أطفال بعد هذا القصف العنيف والمكثف إذا غارات إسرائيلية كثيفة على القطاع نحو مئة غارة في غضون نصف ساعة فقط غارة إسرائيلية نحو مئة غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ وحي الزيتون زياد تسمعني الآن أنا أسمعك جيدا نعم نعم زياد كنت تقول إن الغارات الإسرائيلية هذه المكثفة على القطاع هي مقدمة لتقدم الإسرائيلي داخل القطاع ما الذي نعرفه الآن حول إلى أين وصلت القوات الإسرائيلية أو ما الذي يرجع عسكريا من ناحية الإسرائيلية في واقع الأمر لا توجد معلومات دقيقة عن هذا الموضوع كما تعلمين هناك تعتيم كامل تفرضه إسرائيل على هذه العملية البرية هي لا تشارك معلومات حقيقية عن التقدم القوات لكن في المعلومات على الأقل الجزئية التي لدينا إسرائيل تحاول أن تتقدم من ثلاثة محاور في الشمال تجاه مدينة غزة من بيت حنون وبيت لهيا وجباليا وأيضا استدارت من حول مدينة غزة في منطقة جحر الديك والمنطقة الجنوبية لغزة هناك أيضا اشتباكات بالإضافة إلى ذلك تحاول أن تمهد لتقدم إلى مخيم الشاطئ شمال غرب قطاع غزة لهذا رأينا اليوم استهدافات متكررة أحزمة نارية تدميرية تماما لمنطق لمخيم الشاطئ في محاولة ربما للتحضير لهذا التقدم هذا لا يعني بأننا سنرى القوات الإسرائيلية داخل غزة صباحا لكن هذا يأتي في إطار الآداد لهذه العمليات وربما استخدام قوات خاصة وما إلى ذلك نعم إذن تمهيد إسرائيلي للتقدم في مخيم الشاطئ ونحن نتابع الآن صور مباشرة مازلنا نتابع هذه الصور مباشرة من محيط مستشفى الشفاء المستشفى المركزي في القطاع ووصول سيارة إسعاف جديدة الآن تصل إلى المستشفى في محاولة لنقل المصابين والجرحاب بعد سسلة الغارات الكثيفة الإسرائيلية طوال الساعات الأخيرة في نصف ساعة فقط كنا نتحدث عن نحو مئة غارة زياد إسرائيل كذلك تقول إنه لا وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن حول هذا الملف كذلك ما الذي نعرفه؟ مسألة الأسرة ومسألة الهدن الإنسانية أو الهدن الإنسانية؟ حاليا لا يوجد تقدم حقيقي حول هذا الموضوع رغم أن هناك مفاوضات تجري في قطر وفي أماكن أخرى رئيس المساد الإسرائيلي يدير هذه الاتصالات وهناك ضغط أمريكي لعول هذا الموضوع على الأقل بدء إخراج الأسرة أو الرهائن من حملة الجنسية المزدوجة الجنبية والإسرائيلية في وقت قريب لهذا تضغط أيضا للولايات المتحدة على إسرائيل حول ضرورة أن تبدأ بفكرة الهدن أو الوقف المتقطع لإطلاق النار يوميا لتمكين دخول المساعدات وأيضا لتمكين إطلاق صراحة أولاء الأسرة إذا أرادت حماس أن تفعل ذلك وبالتالي إسرائيل تقول أنها لن توقف النار إلا في حال تم التوافق على هذا الموضوع وفعندها يمكن أن توقف النار حتى يتم تنفيذ هذا التفاهم ولكن حاليا لا يوجد تقدم حقيقي حول هذا الموضوع رغم أن هناك الكثير من الاتصالات الجارية نعم ولكن زياد كنا نتابع كذلك مظاهرات في بعض المناطق الإسرائيلية لأهالي الأسرة إلى أي حد هذا الملف ضاغط على حكومة نتنياهو وخاصة بعد تصريحات وزير الآثار هذا أكيد ضاغط على حكومة نتنياهو اليوم طلبه بالرحيل وكان هناك مظاهرات قوية ضد نتنياهو لأن عمليا هناك شعورا بأن إدارة هذه الحرب أساسا كما كانت البداية ليست جيدة من قبل الحكومة تحديدا والانتقادات هي للحكومة وليس للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة أهالي الأسرة في إسرائيل يحاولون الضغط على الحكومة لضرورة أن تكون الأولوية معكوسة بمعنى الأولوية لصفقة تبادل الأسرة ومن ثم لقضايا الحسم العسكري في مواجهة حماس في قطاع غزة واليوم تصريح أيضا هذا الوزير الذي قال بأن يمكن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة أخرج الناس عن طورهم من عائلات الأسرة لأن ذلك فسر على أن لا يوجد اهتمام أيضا بالأسرة الذين هم في قطاع غزة وبالتالي هناك ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية في هذا المجال لكن أولوياتها الحقيقية تبقى العملية العسكرية قبل صفقة التبادل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر